اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بشهادة الكثير بالتصنيفات الدولية الموجودة ولا نعود إلى كلام البعض اللي أعتقد يعيش في مجرى أخرى حين يكون لديك هذا الفائض من القوى أحياناً ربما يخشى البعض أن يوجه كما قل ضد الآخرين فالرئيس قال لا نحن ثابتين على مسألة أن مذهبيتنا باقية دفاعية ولكن أعتقد لما قال إلى جانبي الإسهام وحتى أعيد ما قاله السيد الرئيس كلمة كلمة إلى جانبي المساهمة في إحلال السلم والأمن الدوليين طبقاً لالتزامات الجزائر الجهوية والدولية أعتقد أن السيد الرئيس قد أدى بالتحليل يشير أو يعطي مؤشراً أننا في المرحلة القادمة سننتقل إلى خطوة أخرى في مجال الإسهام في الأمن الجهوي والدولي عن طريق المشاركة في عمليات حفظ السلام الدولي ناري ناري هذا بشي بعيد هذا قال لك إحنا مشيعة أقوية عدنا فائد في القوة خلعني هذا المسخوط هذا والله لمرة شدتني الرعدة التشكت خربقة قال لك إحنا أقوية أو لا عدنا فائد في القوة راح نهزيني واحد تشاكله ديها القوة ودينها الجونس أبقى أن نفرقه في القوة كيف تلعبها؟ يا الله عبرنا واحد 15 كيلو سننتقل إلى البيلزيرو أمشوا المخيمة القياطن والعجاج كنت سننتقل إلى واحد العجاج لا أشاهدوه لكي يكون الجوش ويزوين كما عندي واحد 15 كيلو القوة عن فرقه قوة بقى أن نفرقه في أقاس أمن بالله العليا عظيم ماذا هذا أبوها؟ عدنا فائد في القوة قال لنا القوة كان عبرها بالكيلو ويجب أن نفرقه على الأحباب والأصدقاء سننتقل إلى كيف تلعب في هذه القوة قوة بقى أنها تلعبها بلا الشوار والزوار أبوها عدنا فائد في القوة طب ها بيني وبينكم لم ترى أمريكا تخرج لك أنا أقوى دولة ولا روسيا ولا الصين ولا كوريا الشمالية ولا لم ترى أمريكا هناك شيء دولة التي فعلاً قوية والإشكال أن هذه الدول لديها صناعة بحلية تصنع الأسلحة بيديها ومع ذلك لا تخرج لك أمريكا أخوة الكاسكيتا التي تقوم بها العسكار تصيب في الشينواء اللبسة لا تصيبها لا تصيبها ولكن لدينا فائد في القوة قصة من الله نحن زيداً زيداً نغزاً البارود لا تصنع اللبسة العسكار ولكن لا تصنع الأسلحة لا تصنع أقول لكم في الجوار لا تخافوا لا تصنعوا هل تعدى عليكم لا تصنعوا هل تعدى علينا بعض الخردة هذه يا صافي كالشينة هذه كتسخل ما بغى يتدوجوا لها كنا نقول لكم مساخت الوالدر بقنا نعيش في زمن السبعين هاش كاذا قولوا لها واشهد دخاخن واشهد الحالة النجاية تفرجك كتاش خلقوها مساخت الوالدين بدكت دخاخن وبدك الحالة واشهد كي يصفق لا ما كتصفق على الدخان أحدناها فائد في القوة أرى قلنا لكم مساخت الوالدين لا يدعي القوة إلا من يحسوا بالضب رأى الأقوية ساكشن رأى كيلعبوا في لعبهم وطريقت مساخت فائد في القوة واشهد شوية عمدان فرقوه بالرابعة شفرق يجال عدوس اللوبي على الشعب يطريقت مساخت الذي يرتكز على العنصر الكلبي وكل أنواع المخدرات والمهلوسات العنصر الكلبي لن أرى اللغة العربية كتشكو العصان العنصر الكلبي ؟يلبية فضعت ما جاهد المجاهد الكلب ومجاهد السجن عمدت عليه البللج التهوية البلاجدي Transportation عمدت والأناد يجرب昨ار المجاهد هي ان البار اول واحد هزتون نفس في ذيك البلاد وطيح العالم الفرنسي حيث شايفي ان تسعين في المئة من الشعب كله حركي وما كيش الرجال نضوه دار الخدمة دياله وعلينا وش اضاموني ما عمي بلار طويل القيمة والله منشفاك العنصور الكلبي يحضر وعمي بلار طويل القيمة ما يحضرش ما هزالاش هدز مال ولينا كنعيشو به علاش علاش جاوينا عمي بلار طويل القيمة اللي بغينا المجاهد البار متكرموهش جال هدي الله الخيرات انتعد الجزائر كل هدتها بدينار رمسي كل ما عندنا في الجزائر اخدته لها هي حاجة مثلا اكتشفتها منذ زمن موش بعيد حتى العقود اللي يديروهم من البلدان الاوروبية مع الجزائر فراسة تدخل فلوس تقولوا بانا الوسيط و تخدهم بقصئ تخدهم بقصئ مزال انا صدقوا عشر سنين انا كنت رحت الاطالية وتكلمت في التلفزيون الايطالي دارو حصة الكبار معي قلت لهم يا الايطاليين يا كنتوا ما عندكم علاقات مليحة مع الجزائر محاربتونا محاربت اناكم فهموني برك كيفاش المكان تعكم في الجزائر غادرتوه وخليتوه الفراسة ركبت فيه مثلا تقوموا كيفيش باش تدير عقد بها الجزائر الجوز على فراسة تأخط الإدن وتأطيلها لباق انتحا مالك يا خالشي وشوية لباسع لشهد الاستغراب كامل حاجة عادية يا دي زعم ما شنو فرانسا هي الحاكم الفعلي جمهر هي اللي كتدير اللي بغت ويلي كتتأخذ القرارات بحكم انكم بقل ما استقلتوش وانتحدى اي جزائري عن ضرب عقل كامل يجيب ليها واثقة الاستقلال من الامم متحدة مكيناش اصلا هي مني خرجت ادرتكم الاستفداء و مش نبقى أنه سيركم من هنا ولا نسيركم من لي الجزائريين اختاروا أن Onendg سيروا فراسة وفراسة تخلي الكاملات دياله تماما وليكوا يمشيوا الأمور و وش مدرجو الشه الى استفداء وش أ Lead ora عاجات وخرجت لاوا ما خرجت جدرتكم الاستفداء وش نستيركم من هنا ولا نسيركم من н мои اختارتوا ان هو تسيركم من لي ولهذا لا يوجد واتيقة الاستقلال في الأمم المتحدة لأنكم مازال ما استقلتوش لو خلق كامرانات تماما لا يقدوش ياخدو قرار حتى يرجعون للولات العمر ديالهم بحالة تفاجأ شيء زعمة مع عربة حتى تشيرت عربة كل شيء يا خالي تشيرت زعمان وخشية الوسط وعربة كل شيء يو تكتبي عنا زمانا ما عايقنش بيك الله يديك أخاتي إذا شبطت لي واتيقة الاستقلال من الأمم متحدة نعطيك 12 دينار وما ممكن مشاش الحاجة عادية هي اللي بقى تسير للبلاد بلما تبتي تبتي مال المغاربة مطلعنا على الجزائر ودخالي بحكم أن الجزائرين كانوا مستروح ونبدأ القادية ديال غادي قطعوا علينا الكهرباء المغاربة نهر الحق 31 اوكتوبر ودخلوا لتكتوك كل شيء تفضوا وشعلوا الشمع والله نحن نقول ودينا الجزائرين واخرين تشيقوا راسهم وخارجين وعشكينا الجزائرين قطعنا عليهم الكهرباء أولاين جزائر واه راسي جزائر انا اللي فرفرني هو واحد مغريبي قالوا ما انا مضوع بالفلاش وانا هاتشي ليفون مضوي بي بالفلاش اللي اصلا نشترش يجو بالكهرباء زع ما اعطنا الله واحد الاغبية كيف ما بغي شي تسرحهم تسرحهم مشوا واحد اخونا خارج فرحانة اهاشكينا قطعنا عليكم الكهرباء ويقاطعك رب اللي ما دير عقلك السلام عليكم يا اخوتينا ان شاء الله تكونوا واش المغاربة سابا شو حنا تريسي تي في بلادنا شو شو الله يبارك شو شو حانو تبارك فيه ستعين لومبوه شوف 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 لي سبوت لي لومب كاميرات انا تمتعو بالكهرباء والله بسين بلاه انا شبيك المغرب يا رقب اللي تليسيتين انا نبعتلك باوربانك نبعتلكم اه اشوفوك شو اه باوربانكيش على المغرب والله ما كم ايهوتي يا رقم فضل ما هيهوتي والله انا مساكن حلا قلنا لكم تزاير واعنا ومتوا محبيتوا اش امنوا ما كراه انا عاونتنا المغرب ما عاونتنا وكي في حرب الجزائر ها انا اشبع اشبع الضلمة شوف ماكرون يجيب لك تليسي تي سبحان الله كراه غلا تفكير واحد حكم ان ذاك ربع عقال عندهم مكاملش تفكير واحد الاخر قال لكم حناك سي تي عدنا فائد في القوة قال لكم اشكين قلنا لكم جزائر واعنا ذاك النقص اللي كتعيشوه في الواقع كتبهوك خرجوه في المواقع ورا قلنا لكم الكلب النباح ما كيعاطش راه هو اصلا يكون خايف منك وكيدر ديك ردد الفعل ديال هاي 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 ورشاد دالقال عكسر منك اخوافك يبغي بين بأنه وراه قوي وعندك شقرب منه اما ذاك اللي كي عطر كي قصدقني اشياء اكيد الحكي حيضبوك فخضك انتركت المساخين العايشين في المواقع فارضل القوة دي قعدهم فائد في القوة حقها ساوي سالينا وكان هذا اول فيديو الاخوار ردوا البال راه الجزائر عدا فائد في القوة فائد في القوة ردوا البال راه لو ديال القوة كيدر 1 ميك وكيبيعها اه كي عبر الكيلو دابا كيفرقها يبيعها واللي معدوش القوة يدير الفيزا يبشي كيلو ولا ثلاثة اولاد راه لو كيدر 1 ميك وكيفرقها ردوا البال وكان هذا اول فيديو اليوم اكبر عدا ما اننسوا لايك خلونا الرأي ديكم في التعليقات